الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده لازمنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المواركة والتي تحت عنوان صحح فهمك تحت عنوان صحح فهمك وسنتعرض بإذن الله جل وعلا في تلك الليلة إلى تصحيح بعض المفاهيم والتي هي من الأهمية بمكان والتي هي من الأهمية بمكان لذا أرد التركيز جدا سآتي بتصحيح لمفاهيم لأكثر من ثلاث مفاهيم إن شاء الله لأكثر من ثلاث مفاهيم مش بقول الأولاني مهم والثاني لا المفاهيم بأسرها غاية في الأهمية غاية في الأهمية المفهوم الأولاني ما احترامها ناخذه من أرض الواقع اللي احنا بنراه الحين ولأهميته والاهتمام الكثيرين به هناك ناس لهم شعار بولو الجنة شعارهم يعني الجنة هناك والبحر أرحم الجنة هناك والبحر أرحم شعارهم دول من يا جماعة دول بقى اللهم المهاجرون سواء تولي بقى هجرة شرعية هجرة غير شرعية المهاجرون من بلدانهم التاركون لأوطانهم الذين شاعروا باليأس في أوطانهم ففضلوا جنة في أذهانهم هي عند الغرب فإن لم تكن فابتلاعوا البحر لأبدانهم رحمة من المكوث في أوطانهم أوضح المسألة أكثر احنا بنجد الظاهرة دلوقتي ظاهرة غريبة ومنتشرة جدا واحد يقول له دون مبلغة منتشرة جدا بدليل الدول الغربية الحين قعدة تدفع يعني مساعدات ومعونات للدول اللي على الساحل بكثرة من السبيل ايه امنعوا الناس الذاتية عندنا ما عدناش عايزين بقى هجرة غير الشرعية امنعوا القوارب اللي شغالها 24 ساعة بيبقى القارب أحيانا مش حتى مصنوع صناعة من اللي احنا بنسميها صناعة حديثة لا ده ربما يكون مصنوع صناعة يعني شعبية بسيطة جدا والساعة بتاعته مثلا ياخد 50 فرد بتحط فيه 500 فرد ونت وحظك الشخص ده بيبيع اللي قدامه واللي وراه وبيجيب الزوجة والأولاد ويقولك يا الله خرجين خلي بالكم معايا جدا ويركب هو تماما واثق انه ربما يموت في الغالب عنده وربما الجات المسؤولة عن الهجرة تمسكه وترجعه يبقى خسر كل شيء بعد ما باعي اللي قدامه والوراه عشان يسافر وامل قليل جدا على انه يصل الى الجنة التي في ذهنه هناك عند الغرب ولذلك اديكم امثلة بسيطة اسقط على قد الواقع في ليبيا مثلا عشان عدم استقرار الوضع عدم استقرار الامن والحروب الاهلية الداخلية والضياع ووجود التجارة بالبشر على مستوى علي جدا الى اخرى وطبعا تجد الافرقى بقى جايين من كل اتجاه مش هذكر اسمه معين لدولة الماء من كل اتجاه من افريقيا هي القارة المسكنة ده خارة افريقيا جايين على السواحل الليبي تجد يوميا يوميا ما يقولك مثلا يعني ابضنا على مثلا خمسمية ابضنا على الف ابضنا على كذا الى اخرى طيب لحقنا ناس كتبتغرأ في البحر مثلا انقذنا ثلاثمائة انقذنا خمسمائة ده غير اللي بيعدي بقى وغير اللي بيهلك في البحر او بيقترب من الحدود دول اخرى ويهلك او يصل خلي بالكم معايا جدا ده على سبيل المثال المغرب صراخ من استرالي من اسبانيا للنهار اسبانيا تشتكي من المغرب وكيت وبتسمح وكذا الى اخره الناس اخر حاجة واعجب حاجة امس امس يا جماعة طيارة المفترض رايحة تركية من المغرب يقوم واحد ولك طعبان وبيموت وكيت الحقوني تقوم تهبط اضطرار في اليونان في اثينا على اساس الحاول راجل اول ما نزلوا المطار طبعا المطار بيبقى فيه كيت وحراسة وشرطة وكيت الاخرة الناس عتق اللي هرب هنا واللي هرب هنا قعدوا يجروا وراهم وكيت مسكوا عشرين والباقي لسه مش عايفين يوصلوا له اي يا جماعة الاغلاق دي مرتبة ومنهجة وملعوبة بدليل لكن التعبان دا اللي كان متولي امره دا هرب ودخل في كيت اللي هو قال الحقونة والراجل مريض وكيت وكيت الى اخر هذه الامور سواء يعني كيت مرتبة وغير مرتبة خلاص دو ادي 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 نموذج وطبعا اللي هربان الوقت الشروب طب تجري وراه وتبحث عنه وكيت الى اخير غير اللي يتمسكوا مجهزين لهم كذا تهمة يعني يتحطوا في الزجون فترة ويرجعوا تاني لبلاده طي خلي بالكم معين جدا الكلام دا بس مش في المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس ولا من ليبيا ولا من مصر ولا من كتر من سائر البلدات من سائر البلدات عشان نكونوا واضحين جدا يعني حتى تركيا وندفع لي كذا وكذا وكذا بس امنعوا التوجه الى كيت حتى ان اثين اليونان وضعت قوة خصة لا تقبل لا تقول لمهاجر شرع ولا غرش ما حدش يخلش عندي الى اخير يموت يموت يغرق يغرق بس يبعلي عني هذا ما بلغانا يعني من خلال وسائل الاعلام خلاصتوا يا جماعة اما نيجي نبص ليه الحوادث دي تعالى كمان اضافة الشعب الافغاني الشعب الافغاني لما جات الحركة دي تمسك الشعب هناك الشعب كله رجال نساء اطفال دا حتى الواحدة كترمي اطفالها للجنود الامريكيين وتسيبوا ماشي هتعرف مصرهم بعد كده بس تقولك احسن على الالها يعيشوا انما هنا لا لا ملاش هنا خالص ان شاء الله حتى احرم رؤيتهم المهم يعيشوا كادميين لهم حقوق وعليهم مواجبات الله واللي يتعلق بعجل الطائرة واللي يتعلق بجناح الطائرة ويتقطع في الجو الاخري لا للدرجة دي اما الفين الاغاني كانت عن بلدي وطني وكيت الله كان فين الشعرات بقى وطني وانكيت علي وكذا 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 لا ما هو بيبقى فيه حدود وطاقة حدود وطاقة اذا الانسان اللي ما عندهوش حصانة وقاية دينية كما ينبغي يعني اشتد الظلم والفساد والاجرام ومعادش لقياكل ويبقى عنده يأس من الواقع لان النهار ده اسوأ من البارح وبكرة اسوأ من النهار ده وكلها مظلمة الى اخر هذه الامور خلاص بتوصل معاه لمرحلة الانفجار من باب لابد للمكبوت من فيضاني لابد بقى يقول لك لا ان شاء الله ان شاء الله موت لا البحر ارحم بقى على وتأقل الغرب ويقول لك ده جنة ان شاء الله عيش اي حاجة هناك بس جنة لانك انسان واتعمل انسان واتعمل وده اكد علا في الاخر اجيب وبين يعني ايه المقصود منها بس ركزوا معايا جدا لان القضية دي قضية واقعة في كل بلدان الافريقيا الى مرحمة رب طيب يا جماعة فيه نقطة واسيا كذلك ما هي افغانستان وغيرها وغيرها وغير بعض الدول الاسيوية كاثق برضو بيهربوا على طيب اجي ابوصلي الاسباب اللي وصلت الناس دي للمرحلة دي يعني مواحد تخيل بقى يصيب بيته واملاكه والارض اللي تربع ليها وذكرياته والحاجات دي كلها قولك لا لا مش عايزة ما نفسش عايشة لا انا عند الموت ارحم من الوجود فيه يا لطيف يا لطيف يا لطيف ايه اللي بحسب ايه دي ما كانش حد يصدق الكلام ده لو حكي لأي احد على الاطلاق لا صار حقيقة صار واق في افغانستان وبعض الملدان ليه ما يكون فيه بقى ظلم في حكم جبروتي في عدم عدل في يأس في الوظائف ما ياخداش لأولاد اللصوص والحرمية وال بيأكلوا من فساد او أولاد الطبقة الفزدة اللي مسكين الكيت في بعض البردان الافريقية اللي بيتولوا كذا خلاص والله ده مثلا ضابط يبقى ابن ضابط ده كيت شيخ بلد ابن شيخ بلد ده عمدة يبقى ابن عمدة ده أستاذ جامعي ابن أستاذ جامعي ده في البترول يبقى في البترول ده في البنك ابن في البنك ده مستشار ابن يبقى مستشار ده كيت يبقى كيت إلى آخره الله يقول تاني ولك وانا فيين انا ابن الرجل الغلبان يقول لك وإيه اللي يخليك تعيش وإيه اللي خليك وتعيش ليا ابن الغلبان نانت عبقى علينا في بعض البردان الافريقية اللي هي الفقرة والطعيفة وكت اللي فعل الظلم يقول لك هلها تتحسن بكرة يا أخي يجي لقي بكرة الأمور بتزداد قوة في إيد الظلمة والفزدين إلى آخر ده أنا بارح كنت بلقى أكل النهار ده يعني مش لقى أكل تالت يوم ده أنا مش لقى عد تلحس التراب وهكذا يجي الشباب بقى مش الشباب الأسر ما في أفغانستان بقول لك الأسر شوف اللي ترمي فلذات أكبدها ترمي أولادها أولادها شوف اللي يمسك ما يبقى لعب في المنتخب ويمسك يتقطع في الجو يخفط قطع أحساب ما عيش مع الناس دي وتحت الناس دي تعال بقى في الملدان الأفريقية ايه دي يروح يغرق في البحر يغرق أو يتمسك في السجون التابعة أو مراكز الهوائي التابعة للهجرة غير الشرعية ويشوف الذل ويلوغل بعد ما بقى وكات ويصل لمرحلة كات ويقع وغالبا ما بيقع في إيد تجار البشر والبنات تقع في إيد تجار الجنس والعياذ بالله يخطفوها وياخدوها في أماكن معينة في الغرب أو في الشرق ويفعلوا بها أفلان جنسية يتجربها إلى أخر هذه الأمور وتفقد حريتها وإنسانياتها إلى أن تموت ولا حد يسمع عنها ولا يعرف عنها شيء في عصابات الإجرام اللي يعني العصابات الجنسية خلي بالك معايا جدا الله ايه اللي وصل النزل لكيه ما هو لابد كل شيء له أسباب وبرضه في علاج وإلا هنفضل نتكلم ونحكي وخلاص الأسباب يا جماعة أول حال غياب العدل وانتشار الظلم غياب العدل وانتشار الظلم بمعنى الولد ده متفوق والولد ده فاشل قال الفاشل مثلا يعني مثلا والله نشأ في أسرة فاس ده أو أسرة ذات نفوذ وسلطان ده دخل مع ده التعليم ده كان متفوق جدا وربما جاب كيت وفي الليسانسة أو الباكروسجا بامتياز إلى آخر هذه الأمور ومرتب بس مرش مستقبل اللي هو مش لقي عمل مش لقي حتى عمل يعني البطالة بالنسبة له مش اختيارية البطالة إجبارية مش لقي عمل مش لقي88 التاني كان جاب مقبول أو جاب كيت فجأة لامس الكيت ومنصب كيت وكذا في بعض الملدان يعني بعض الملدان أبو مثلا كيت مسكوا في نفس السلك بتاعه أبو كذا مسكوا في نفس السلك بتاعه بقى حاجة كبيرة في المجتمع الله يعني مثلا في بعض الدول الأفريقية اللي جوه أبو ضابط بقى ضابط الله ده ما كانش حاجة خالص وكاد أبو بقى مستشار أبو مثلا عمدة بقى عمدة أبو أستاذ جامعي خلاها كيت بتقدير جيد زي ما شاء الله واقعة معينة في الحلقة الماضية الله طب يجي التاني ده ييأس يقولك طب ماشي أنا رضيت طب أي عمل حتى عمل أنا كنت امتياز وكيت 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 لكن اللي منعني يبقى في مكان زي ده وإيه ابن راجل فقير وأبوه ملوش أي قيمة في المجتمع يعني بنظر أهل الدنيا وإنه هم فقراء وإنه هم مساكين يلقس ويتربى جوه حقد طبقي وحسد على البيئات دي وعلى الأماكن دي وعلى الناس اللي هي مسكة سمام الأمور دي كذلك إن عدم وجود العدل وانتشار الظلم أو يعني غياب العدل بالكلية وانتشار الظلم إنسان يبقى له حقوق في حيط معناه مش طال يجيبها على الإطلاق محتاج يصرف على أضايا ويصبر كيت إنما التانيين يأسوه يضربوا أوراق وعندهم كذا ولهم سلطات ولهم كيت وتبعهم ناس ومن مركز قوة وكلام من ده يأسحقوا بروح طب واحد مريض ونفع جدا وبحب البلد وعنده الدماء في دولة إفريقية مثلا وطيب وكيت ويعمل وما يجي يجيه بقى مرض صاب واتضح إن المرضة بالوراثة هو وأبوه وكيت ولاقوا جمه أولاده إلى آخره مش قادر يتعليج على الإطلاق طب وما يجيه وحد يديك العلاق صار ما فيش خلاص أي إن من الألم والأسرة تقيني إلى آخر هذه الأمور ويلاقي واحدة مثلا رقاصة ولا واحد ممثل مثلا يعني مثلا في بعض البلدان الإفريقية ولا واحد بيعمل حاجات هزلية يعني روي بيضة تافه بقى نجم تلاقيه عنده ملايين ورامك يقول لا 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 دولته تتحمل سفر والخرج كمان يروح يتعليج برة وبطيارة خاصة كمان يقول لك أنا اللي بخدم البلد وأنا اللي بحب طرابها وأنا اللي كنته مريض وما معيش فلوس أنا اللي مش لقى هتعليج حتى إنما دهو معاهي الملايين ويقدر يتعليجين وعلى حساب ويودوه في بعض البلدان الأفريقية فتجد الأمور دي بتولد أمور عظمة جدي كذلك غياب العدل في المحاكم غياب العدل في كيت غياب العدل في الشارع غياب العدل في الجامعات غياب العدل في الأحكام العامة غياب العدل في الطرقات غياب العدل في الأعمال غياب العدل في كل شيء واحد بيكتغي في عمل وكيت وكيت مترقاش الثاني هو العياذ بالله يعني ممكن يكون كذا أو كذا أو كذا وصفات ذميمة ومنافق ومطبلاتي وكيت ومعصقات ليه وصل في القمة إلى آخر هذه الأمور خلي بقالكم معي جدا طيب هنا يعني الأمور بتوصل لإيه إن كان الإنسان عنده يقين بالله وعنده حصانة دينية وقاية دينية أعرف تماما أن الدنيا دي السجن المو من جنة لكذا مشكله بس أن الدنيا دي ما احترام إذا نفسه ممكن يخرج لا يعود يأخذ بالأسباب آه ما يبقى أشرب كسول ولا متواجد ويعمل على أنه يحس من وضعه ويحاول نفر من قدر كذا إلى قدر كذا إلى آخر هذه الأمور لكن إن ربنا مقدر عليه هذا يرضى يرضى لأن نرضى بالقدر من أركان الإيمان من أركان الإيمان وأنتم من القدر القيره وشره ليه؟ عشان لا يخسر الدنيا والدين يبقى عارف أن الحمد ربنا يعاوضه في الآخرة وربنا يعاقب دول في الآخرة وإن شاء الله له الثواب وكذا إنما اللي ما عنده حصانة ولو قاية دينية لا بقى دا بلد كذا وإبني كذا والعلم دول كذا وأنا كيت والعذب الله ويبدأ طب إن ما قدرش يعمل أي حاجة رأى ممكن والعذب الله ينتمل جماعة تكفرية ممكن ينتمل ناس قتلة ممكن ينتمل للدواعش ممكن ينتمل سفاحين ممكن يرمي نفسه في أحضان أي حد من يأس ما كانش يقول لك الهجرة دا يلا أروح لكيت ممكن أوصل لو واحد في المئة أمل أوصل للجنة هناك ما كانش البحر أرحم بي أن نغرأ في بطن البحر من أنا نعيش هناك خلي بالكم أدي واحد اثنين ضيع الأمانة ترتب عليها زي ما قلنا في الحلقة الماضية وصل الأمر إلى غير أهل بضيع الأمانة خلي بالكم معنا ضيع الأمانة يعني إيه يعني حتى ما اعترد لو واحد مسكين فقير وحتى لو معاه إرشين يروح يدوم لفلان ممكن وبتاعه ويشوفه بنقره في المسجد وبصلي وبنعمل تب خد يا أخي شغالي دول راح طب هو الفقير معنوش الغالبانة اللي دول وراحه الله راحه ده فلان تنسد ده نكون تعطي اللي فلان يعمل كتو كتو عامل إيه طب هات يا عمي الباقي اللي معاك ده إنسان داشطان وراحه إلى آخر هذه الأمو قال غياب الأمانة واحد راح لواحد قال له أنا بشوفك بتنم في الصحراء وبتفحر أباره وبتبني حاجات كده ناس صليفه وبتاعه يا عمي ده انت قاعد تعملي لا خد اعمل لي أقولك اعمل لا بو يا صليفا يا مات اعمل لي جدي راخر عشان أدخله الجنة اعمل وفي الآخر إيه 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 حاجات بتروح مش لو بتروح الجنة أو لو بتاعد قاعدة تروح مع بيوب المجرمين مثلا مثلا ده أمثلة أمثلة ببعض البلدان يعلم خلي بالكو معا جدا ولذلك لما بقولك مثلا يعني بيترتب على ذلك إنه يوسّل الأمر إلى غير أهله إلى غير أهله ولما بيوصل أمر غير عالي هتشتكلم يعني حتى لو رحت لمن أشكو إلي هي الأمور مقلوبة هتلاقيك أنت المتهم وإنت اللي كذا وإنت اللي هيحكم عليك بمثل هذه الأمور بالنسبة للمجتمعات اللي بيكون في الأمور مقلوبة طيب النقطة اللي بعد كده يا جماعة اللي هي مهمة جدا 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 غياب الوعي وغياب التفقيف المجتمع لو فيه وعي المجتمع لو فيه ثقافة عامة لا يمكن يصل لهذا المنحنة ولا يسقط في هذا المنحضر على الإطلاق ليه؟ لأن الناس بتبقى يعني في المجتمعات اللي وقعه إماعة يعني إن أحسن الناس نحسن إن أساوي محنش معنا عنا دير جيد يا عمي الله ما كله حرامي يا عمي الله ما كله نصاب يا عمي الله مجتمع لما يكون فيه وعي لا يبقى فيه ناس بتقول يا جماعة تقول الله يبقى فيه أمر معروفة يبقى فيه ناية عم منكر حتى لو نسبي يبقى فيه تحسن شوية بشوية يحربوا الفساد يحربوا كيت يحفظوا على البلد يحفظوا على الوطن يحفظوا على البنية التحتية يحفظوا على المرافق العامة يحفظوا على الأمانات يحفظوا على كذا لا يشتغل من هنا ولا يشتغل من هنا والكل يبقى فيه وعي والتلقيق بذلك تعالوا يا جماعة ما أوروبا ما كانتش أوروبا على الإطلاق كالتعبانة وكان كيت لكن بالصبر والمثابرة وبالأمانة وبالوعي ووضع رجل مناسب في المكان مناسب بقى الغرب هو الغرب الحين ووصل لهذه المرتبة تم إحنا يا جماعة نقتفي أثر هؤلاء دنيويا في الأمور الدنيوية بضوابط شرعية بضوابط شرعية أما نفعلش فعل حرام وناصر وهنبقى أفضل بإذن الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور خلي بالكم معي بالنسبة للغرب فيه وعي نعم فيه وعي فيه تثقيف نعم فيه تثقيف فيه تحضر نعم فيه تحضر في الغرب خلي بالكم من الكلام ده كله لكن هل هو جندة بالمعنى لا يمكن لكن هو في نظر اللي عايز يهرب دي والعايز يهاجر دي هو في نظري أنه رايح الجنة حقيقة لكن هي مش جنة كمان بغى على الإطلاق وحقيقة هي مش جنة على الإطلاق خلي بالكم معي لكن هي أفضل حالا نسبة نسبة أفضل حالا من المكان الوفي لأن المكان الوفي موبوء أمراض وجهل وتخلف وظلم وضياع ويأس إلى آخر هذه الأمور فهناك أرقى بكثير وأنظف كثير وآهن لو جمعوا مع ذلك الإسلام آه لو جمع الغرب مع ما هم فيه الإسلام يا كان الوضع يكون أحسن وأحسن وأقرب إلى الكمال وأقرب إلى الكمال ونتمنى نتمنى لهم رجاية نتمنى لهم الإسلام ليه؟ لأنه حتى الغرب ما بيبص كده بقولك يعني وتيتقوله يا أخي أدعوك إلى الإسلام يقولك ترعون من الإسلام يبص كده لليمن عايزنا بزيدول يعني أنا أقصد طبعا أهل يمن أهل شرف وأهل كرم أقصد لعدين يتنحروا الدماء اللي قاعدة تسيل أربعة وعشرين ساعة الدم والفقر والأمراض يقوله أنت تخليني كده ده أنا عايش في الغرب وأنا كده 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 يا أخي عوك الإسلام يبص الإعراق كده عايزنا بزيدول ميليشيات الشعية الدموية الإرهابية الموازية للقوة الجيش وقاعدة تقتل وتتبح خريق قانون وتعمل وتشتغل لصالح إيران وتحطم ملدها لصالح إيران واندمر الدنيا لصالح إيران يقوله أزيدول الله طب يا أخي بص لبنان 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 التفجيرات والكتو اللي عمري ما في قضية بيظهر لها صاحب ولا كده والفساد وابتلعها حزب الله الإجرامي الإرهابي اللي بيتجر في المخدرات اللي كده ابتلعها في بطني أبقى زي دول وتخلف وفقر وكت 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 الله طب يا أخي خليج زي سوريا سوريا اللي بقت في حرب الأهلية النصيريين جابوا الإيرانيين وجابوا بقية الشعب من أهل الأفاق وجابوا حزب الله ونبحوا الشعب السوري ألتك عيزنا بقى زي دول الله ياخذ أفغانستان اللي بقولك أمير المؤمنين يقولك أفغانستان إذن لا فاق لا علماء التكنولوجيا ولا علماء في العلم التجريبي ولا علماء في الكيميا يبقى كابر ولا علماء في كذا ولا علماء في الطب يبقى كابر كيف تقيم دولة ولا حتى في الدين ولا حتى في الدين على الإطلاق يقولها ناس يعني آه معرف تاريخهم معرف خرجهم من رحم إيه إلى أخر هذه الأمور ولذلك الأمور هناك كذا وكذا وكذا عايزنا بقى زي دول وحل جفاف ووجوع وكذا إلى أخر هذه الأمور ده الناس هاربت وبقى تتقطع في أرجل العربية في أرجل الطائرات واللي يتمزع واللي يتمزق واللي كات والأم ترمي طفلها عايزنا بقى زي دول الإسلام اللي تعزنه الله يععد بقى وهكذا ولذلك إحنا إحنا اللي شويهنا دينا إحنا اللي شويهنا الإسلام الإسلام عظيم أوي 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 نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوان ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عن إسلامنا بدليل أعظم ما يكون هو الهدية العظمى للبشرين بدليل ما من مستشرق يقرأ الإسلام إلا وشوف ثناء المستشرق على الإسلام أعظم كتابة من ثناء علماء المسلمين على الإسلام ليه؟ لأنه هو ينظر من مرآقة وبأحياد حتى وإن لم يسلم ولذلك ارجعوا إلى آراء آلاف المستشرقين والكتاب المحيدين من الغرب كيف أثنوا على دين الله جل وعلا كيف أثنوا على الإسلام وعلى النور فيه وعلى النظافة وعلى العدل وعلى النظام العام وعلى الحفاظ على البيئة وعلى التعايش وعلى التسامح وعلى العفو أمور كثيرة كثيرة جدا 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 لكن بالنسبة للمسلمين انظر إلى حالهم انظر إليهم انظر إلى وضعهم الله أكبر الله أكبر ولذلك أقول الإسلام براء من هذا الذل الإسلام براء من هذا التخلف الإسلام براء من هذا الفقر الإسلام براء من هذا الجهل الإسلام براء من هذا الظلم الإسلام براء من هذا الفساد ليه؟ لأن الإسلام دعا إلى الخير كله دعا إلى الخير كله ولذلك يا جماعة أنا بقول لكم هؤلاء لما جعلوا شعارهم الجنة هناك والبحر أرحم وإن مات بين أمواجي أو في عمقه يعني هؤلاء نسأل الله لهم الهداية نسأل الله لهم الهداية نسأل الله لهم الثبات والوقاية الدينية والحصانة الدينية ونسأل الله إصلاح الأوطان نسأل الله إصلاح الأوطان بس مش نسأل دعاءه وخلاص لا ما يبقاش الأمر يقف الدعاء مطلوب لكن لا بد من العمل لا بد من الأخذ بالأسباب لا بد من الشروع في المعالجات لا بد من المعالجات في هذه البلدان لا بد من إيجاد التحضر لا بد من إيجاد الوعي لا بد من إيجاد التثقيف يا ذي البلدان لابد من نشر الوعي ومن نشر العدل ومن محبة الفساد أيا كان لأن الفساد ده والعياذ بالله والعياذ بالله هو والعياذ بالله الخبيث الذي يقضي على كل خير طيب أخرج من تصحيل المفهوم الأولاني أدخل بقى على تصحيل المفهوم الثاني شباب بعثوا لي قصة قالوا أنت كنت بتقولها زمان قلت صحيح يا ما قلناه ويا ما اسمعناه ويا المنشرة جدا ويا المحفوظة عند أولادنا وعند الفقراء بالذات لما بيعانوا وعند الناس في أزمنة الغلاء والوباء دي وكاتل كل بيعاني بنقول المعنى صحيح لكن القصة للأسف يعني لا سند له ما حصلتش ما حصلتش ده كل آه نعم وانا بقولك هو عيب ان انا اقول حالة من سنين وقل الوقت اقولك اتضح ان المعلومة بتراجع من سنة يكون رجاع سن يكون وقاف يعود إلى الحق على طول بسرعة متى ظهر الحق متى تتبين الحق يعود وإلى كلمة صحيح طب ما كله بيقولها وانا ماله ما للكل هي رواية غير صحيحة وأول ما الكل يعرف برضو هيبطلوه خلي بلكم عادي جديد القصة المشهورة اللي بتاع قصة حاتم الأصم وشؤه للحد وقال لزوجته طبعا هي روايات لأن الكذاب دايما يحط على رجل إن كان عنده بنت ورواياته إن كان عنده أولاد بس البنت الصغرى اللي كلمت معها لو كان مشتق للحق ونصي حق وبتاع بس الأيام قات عليه وبقى فقير ومعنوش وبتاع فرح للزوجة والأولاد أنا بدي هلكم بالعمية بالمعنى أنا مسافر للحج وبس يعني أعمل إيه أردت لمن تتركنا لا مال ولا طعام ولا حاجة أمت البنت الصغرى ردت عليه وردت عليهم واتقوا الله والله ما علمناه رزاقة لكنه أكل هو زي زينا بيأكل لكن رزاقه الله سبحانه وتعالى وكيد اقتنعه قالوا لا هي صدقتي وكيد خلاص توكل على الله ومن يتوكل الله فهو حسبه الرواية دي تقوم إليك بعد كده أم طالع مع الناس دي خلي بالك ولما طالت الأيام لأنه ما كانش زي الوقت بيركب طيارة ده ساعة ونص وخلاص وصل إلى آخره لا ده لما انطلق بقى للرحلة وبتاعه طالت الأيام والأسرة افتقرت للمية وافتقرت للطعام وافتقرت للشراب وما فيش فلوس قاعد يوبخوا بعض ويلوموا بعض والأم تقول لي بنت أنت السبب اهو احنا كيت إلى آخره فطرق البابة طارق مين ده الأمير خلي بالكم هيد القصص اللي كانت يعني بس سبحان الله ما كناش نتنبه زمان لمثل هذه الأمور الأمير على الباب الأمير ومعه مين ومعه الجند الأمير عايز ايه أمير قالوا ما بيته من هذا قالوا له ده بيت حاتم الأصام قال بيته لرجل كريم عندكم مية فالأم هتلقى وبتاعه عصا أمي اللي هيجيب له فالبنت اتنعين ده أنا من خلال الكثير جابت له القدر وقالت له اشرب يا عمي حلا كده ما لانهم اشرب يا عمي فبنظر كده شاف البؤس والفقر في البيت فشربوا قد للجنود شربوا بعد ما خلص قال لهم أم الرجل ما طلع بقى الأمير ده ما معه من نقول ومن كات يعني من دراهم ومن دانانير ذهبية وحط والأم من كان يحب الله رسوله ويحب أميره فليفعل مثل ما فاته اللي بحب ربنا ورسول ثم بيحبني يعمل زي ما عملت يلا يحط كله قاعد يحط ما لا بدنا نير ذهبية والدراهم الأم خالت وقفت بابه ابتسمت وفرحته بتاعه لأت البنت بتبكي الله يا علام البكاء وقد صرنا من الأغنياء قالت لأن مخلوق النظر إلينا فأغنانا فكيف بنا لو نظر الخالق إلينا فقاعد يبكو كيتو أما ركب وماشي كده حصل لأمير الرحلة كذا هو كرجل صالح كان سبب في الخير لهذا أما الرجل قال له لك المركب ولك كيتو الطعام وشربه أم عطيله وأم ربنا أطلعه يعني في المنام على ما حصل في بيته بقى خير هنا وخير هنا إلى خيره طبعا خلي بالكم معي جدا يعني مش عيب نقول القصة لا سندى لها كل اللي تسمعته سواء بشكل معين أو بشكل فيه شوية يعني حبرك من هنا بتاع من هنا كل رؤيا ما سمعتها من الشيخ فلان من الشيخ علان قرأتها في كذا في كذا إلى آخره الرواية غير صحيحة غير صحيحة لا سند لها مرة ثانية لا سند له معناها حلو معناها طيب وقصة مشهورة لكن لا سند لها ولم نطلع عليها مسندة في كتب التواريخ والتراجم حتى كتب التواريخ مش موجودة فيها في كتب التراجم مش موجودة على الإطلاق ولا حد وثاقة ولا حد كده لكن من اللي ذكرها في الأصل من اللي ذكرها ذكرها الشهاب الدين الأبشيه في المستطرف في كل فن مستضرف والكتب ده هو ذكرها فيه بس بدون سند هذا السند يعني حكي كده حكي أن كذا وكذا وكذا قال حكي أن حاتما الأصهام كان رجلا كثيرا العيال إلى آخره حكي يا حكي يا هكذا وخلاص والأبشيه كان بيضع يعني مهب ودب لأنه كتب كان بيظن أنه هو كتب أدبي فيه نكت فيه كيت فيه حاجات أدبية فيه وعز فيه أشعار فيه كذا إلى آخر هذه الأمور وزي ما قلت لكم كده وفيه أحاديث كثيرة لا تصح هذا الكتاب اللي هو طبعا المشهور أو الكتاب اللي هو المستضرف فيه كل فن مستضرف خلي بالك معايے جدا بنسبة بقى الذكر الأفاضل وأهل العلم والفضلاء لها دائما يتسهلون في حكاية القصص والمواعظ من باب الاعتبار هم بيقولولها من باب الاعتبار والاستئناس لا من باب الاستشهاد ما بقولوهاش من باب الاستشهاد ما بقولوهاش من باب الاستشهاد ولكن من باب الاعتبار والتساوي الفاصل مش حديث مرفوع الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي ايه تصعي المفهوم الثاني نيجي بقى لتصعي المفهوم الثالث حاجات في الطلاق انا عايز نركز فيها جدا حاجات في الطلاق انا عايز نركز فيها جدا المشكلة يا جماعة ما بيجي اسألنا حد في الطلاق وهم بعتهم صورهم من الموسوع الفقير كتاب الطلاق والاحكام فيها لانه عاملها سين وجيم ما حدش لخبطه وكت وكده قال يقول لي اصالي سألت فلان قال لي كده وسألت فلان قال فلان يفت ليه وكل من سعد المنبر يفت في الطلاق وكل من تقاله يا شيخ يفت في الطلاق قال لقد ما كان فيه واحد كان زمان بخش ينظف المسجد يجي عند الحمامة تكرم وينظف وكده بعد كده نظف المسجد من جوه بعد كده المؤذن ما جاش قالوا ما تأذن يا عم اي حد يعرف يأذن بعد كده قالوا سمعلك يا شيخ يا مرحبا بالشيخ خلاص صدق نفسه اسمك ايه قالوا الشيخ فلان بعد كده الامام النساء يجي في الظهر او حصل عنده عذر او بتاع او مهمل قام طالع مكان الامام الله ازاك مولان ده الامام ده اللي صلى بنا يا راجل ازاك فضل الشيخ ما عادش ازاك شيخ ازاك فضل الشيخ نتعرف على الاخ انا فضلت الشيخ فلان وفلان الله خش شوف الترقية جات ازاي من غسل الحمامات لكت 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 بقى فضلت الشيخ ما عليك كده يفتي هتقوله ايه وعا تفتي يقولك بقولك ايه انت ناس هنمين ولا ايه ده اتا انا نأمام انا فضلت الشيخ وبتبقى امور يعني اعجب من العجب خلاص طول الله يرحمنا برحمته السؤال جاي لي بقول ايه يا جماعة اذا طلق زوجته ثلاثة مراجل متجوز وحده وبعدين اوقع علىها ثلاث طلقات على فكرة في ناس بوقعه ثلاثمية ودول الله يكون يعني الله يديهم الله يديهم اذا طلق زوجته ثلاثة اذا طلق زوجته اوقع ثلاث طلقات وبعدين صارت لا تحل له حتى تنجح زوجا غير ماشي امت متجوزة واحد تاني اتجوزت واحد تاني وبعدين عادت اليه بعد طلاقها من الثاني او موت الثاني يعني التاني اللي اتجوزها بعد الثلاث طلقات مات فخلاص ترجع لي جوزها يتجوزها تاني من جديد او المطلق خلاص زوجها بي يجي يجوزها من جديد خلي بال لكن كم يبقى من عدد الطلقات هو كان مطلقها ثلاثة كان مطلقها ثلاثة على وبعدين اتجوزت وبعد ما اتجوز جواز شرعي مش النظام محلل وبتاع لا 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 الجوز جواز شرعي والراجل اللي جوزها مات خلي بالك معايا جدا فعادت لزوجها الأولان ترجع بكم طلقة بقى يعني لو أعلى طلقة معجش ولا اثنين ولا تلاتة خلي بالك معايا جدا النقطة دي مهمة جدا لأنه فهلا بخ خلي بالك معايا جدا بنقول إذا طلق الزوج إذا طلق الزوج اللي هو الثاني اللي جوزته أو الزوج الآخر أو مات عنها اللي هو جوزها زواجا شرعيا ودخل بها ثم عادت لزوجها الأول رجعت لزوجها الأولان اللي كان مقاعدها الطلقات الثلاثة خلي بالك معايا جدا يكون له ثلاث طلقات أوصلها أسهل من كده الراجل ده متجوز ست دي وأعلى طلقات معلش تحبله حتى تنجح الزوجة مغاية التجوز دواج شرعي فعلا سليم صحيح والراجل يتجوزه دي مات أو طلقه فعادت لزوجها الأولان ترجع له كم طلقة يعني إما يجي وأعلى طلقات له ثلاث طلقات برضو له ثلاث طلقات خلي بالك معايا جدا يعني إيه مثل ما كان في النكاح الأول يعني كأنه بتجوزها من أول كأنه زي ما كان في أول ما بيتزوجها له ثلاث طلقات هنا بعدما عادت إليه له ثلاث طلقات له ثلاث طلقات خلي بالك معايا جدا طيب افرط بقى كان مطلقه طلقه وحده او طلقه 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 او بقوله بالمصرية كده يبقى بقيله زلطة خلي بالك معايا جدا يبقى تعود له على ما بقي من الطلقات سواء وطأها غيره يعني سواء كتجوزت بعدما انقضت العدة غيره او ما تجوزتش او ما تجوزت سواء وطأها زوج غيره او ايه او لا يبقى تعود على ما بقي له من الطلقات يبقى القضية هنا اعتقد مفهومة جدا وواضحة جدا عشان ما يحصلش لابث وما يحصلش خلط في اذان الناس اسأل الله لي ولكم الثباتة والهداية وحسن الخاتمة والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته